أين هو إسماعي القاءاني؟ سؤال محير يفرض نفسه وسط غموض يلف مصير قائد فيلق القدس الإيراني آخر ظهور للرجل كان في مكتب ممثل حزب الله في طهران عبدالله صفي الدين تحديداً بعد يومين على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مذاك والرجل متوارن عن الأنظار فهل اختفاؤه أمر اعتيادي؟ مصادر العربية أكدت أن قاءاني تنقل مرات عدة بين العراق وسوريا ولبنان الذي زاره ثلاث مرات منذ هجوم السابع من أكتوبر وفي كل الزيارات كان قاءاني يلتقي نصر الله وفؤاد شكر الذي اختلت إسرائيل أواخر يوليو الماضي وخلال الاجتماع في مقر قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الذي استهدفته إسرائيل أبلغ قاءاني المجتمعين أنه سيلتحق بهم بمعية رئيس مكتبه المدعو إحسان لكنه اعتذر لاحقاً عن الحضور بحسب المصادر وجاءت الضربة الإسرائيلية لتستهدف الاجتماع الذي اعتذر قاءاني عن حضوره ما حدث وضع قاءاني في دائرة الشك حتى أن البعض ربط اختفاءه بخضوعه لاستجواب بشأن مقتل نصر الله داخل حزب الله يسود اعتقاد بأن الاختراق حدث عبر قاءاني لكن أوساطاً إيرانية ترى أن رئيس مكتبه إحسان ربما كان عنصر الاختراق وليس قاءاني الذي يعتقده الآخر أن الأمن الوقائي بفيلق القدس الذي يترأسه هو الجهة المخترقة بالعودة إلى أبريل الماضي كان لافتاً حضور قاءاني في غرفة عمليات الوعد الصادق واحد حينما ردت إيران على استهداف قنصليتها في دمشق أنا ذاك أصدر الرجل بياناً وأجرى مقابلات صحفية وتلفزيونية على النقيض من ذلك لم يظهر قاءاني في الإعلان عن عمليات الوعد الصادق اثنان والتي جاءت رداً على مقتل إسماعيل هنية ونصر الله وعباس من الفرشان لذا رجحت مصادر العربية أن يكون قاءاني خاضعاً للمراقبة والعزل أمر سام الرائي العربية